إعلان من نوع خاص بيع الكلية اليسرى والسبب يقول واضع الإعلان الصحفي نبيل الشرعبي في منشور على صفحته الشخصية بالفيسبوك إنقاذ أخيه الصحفي وليد الشرعبي جراء إصابته بكسور في قدميه وشرخ في غشاية العمود الفقاري أما سبب الحادث فقيام الصحفي وليد الشرعبي بالقفز من مبنى مؤسسة الشموع للطباعة ومقر صحيفة أخبار اليوم في عدن بعد قيام مسلحين يرتدون بزاة عسكرية باقتحامها وإحرقها في العاصمة المؤقتة فلم يتبقى أمامه غير القفز من الدور الثالث للمبنى المحترق للنجاة بحياته الخسائر جراء التدمير الكامل لمؤسسة الشموع تقدر وفق بيان مؤسسة الشموع بمليون دولار اعتبر البيان هذه الجريمة تطورا خطيرا في الانتهاكات ضد وسائل الإعلام وأضاف أن حرية الصحفة والتعبير في المحافظات المحررة خاصة في العاصمة المؤقتة عدن في خطر حقيقي البيان حمل الجهات الأمنية والسلطات المعنية في عدن مسؤولية ما تعرضت له المؤسسة وطالب بتحقيق واسع وعاجل وكشف نتائج التحقيق والجهة التي تقف وراء هذه الجريمة للرأي العام وضبط المتهمين وإحالتهم للمحاكمة إحراق المؤسسة بهذه الطريقة وتعمد تدميرها بالكامل بما فيها من مطابع لصحيفة أخبار اليوم لم يكن الأول من نوعه في استهداف للوسائل العلامية ولن يكون الأخير قبل أيام قليلة فقط وفي مدينة عدن أيضا استهدفت قذيفة إذاعة بندر عدن كما يعاني الصحفيون خاصة في الفترة الأخيرة من التضييق ضد حرية أقلامهم وأصواتهم في استهداف واضح لحرية الصحافة والإعلام